لم تتوقف بعد تلك الحملة المسعورة التي تشنها ميليشيا الانتقال على ساكن مدينة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن منذ ادلاع الاشتباكات العنيفة بين فصائل الميليشيا قبل ايام حملة بدأتها الميليشيا باعتقال مئات المدنيين من ابناء عدن والمحافظات الشمالية تحت مبرر الضروع في الاشتباكات تبعتها عمليات تهجير قسري للسكان من منازلهم تحت اعقاب البنادق الانتهاكات الآنفة الذكر والتي يصنفها القانون الدولي جرائم إبادة الإنسانية لم تشبع غريزة الإجرام لدى ميليشيا الانتقال حتى أقدمت على إحراق منازل المهجرين في حيي جبل الفرس والبوميس التابعين لمدينة كريتر أضرار وانتهاكات بليغة كشفت عنها إحصائية صادرة عن مؤسسة خليج عدل للإعلام إذ رصدت سقوط عشرة قتلى وأكثر من مئة جريح بينهم مدنيون وأطفال جراء اشتباكات الميليشيا إضافة إلى دمار هائل طال المنازل والممتلكات الخاصة والعامة وكشفت الإحصائية عن انتهاكات حقوقية عديدة منها اعتقال عناصر الميليشيا أربعمائة مدني ومدهمة أكثر من مئة منزل فيما بلغ عدد المهجرين قسريا من منازلهم مئتي أسرة جرائم وحشية تحدث على مرأة ومسمع السلطة المحلية في عدن ووسط صمت الحكومة ممثلة برئيسها معين عبد الملك الذي لم ينبس ببنت شفه منذ استقبلته الميليشيا بانتهاكاتها ضد المدنيين أمر يثير علامات الاستفهام حول الهدف من عودة رئيس الحكومة هذه العودة التي منحت الميليشيا فرصة الانتقام من أبناء عدن لفرض سيطرتها على جميع أحياء المدينة فإن لم تكن عودة معين عبد الملك قد وضعت حدا لانهيار الريال المتواصل حتى اليوم ولم تلزم الانتقال باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض ولم تكف يد انتهاكات ميليشياته الجسيمة عن أبناء عدن فلما عاد إذن؟